قضت محكمة الاستناف بالرباط بتخفيف الحكم الصادر في حق كريم الزناقي شقيق المستشار الملكي ياسر الزناقي بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 96 مليون درهم بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أموال مشتركة بسؤنية مع خيانة الأمانة وكانت ابتدائية الرباط قد أدانت كريم الزناقي في يناير 2021 بتلات سنوات حبسا نفيدا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم